العشرة واحدة وخمسين دقيقة في الرادار بش نحكيه وعلى التوينسا والصيف التونسي هل أنه ينجم اليوم يخصص ميزانية للصيف وإلا ليه وقديش تقريباً الكلفة متع التفريط خلينا نقوله متع التوينسا فترة الصيف ومعنا سيلوت في رياحي رئيس منظمة إرشاد المستهلك أهلا وسهلا ومرحبا بيك سيلوت في مشكور جداً على تدخل معنا اليوم التوينسا التونسي ينجم مع أنت في العادة يحضر ميزانية استباقية للصيف وإلا ليه وكان نحكيه على حجم معنا تولى معدل التفرهيط تاعة التونسي قديش ينجم يوصل إسناء نحن نحكيه بصراحة ونحكيه التونس عنده سنوات روى بعد بعد تفرهيط نهي باه نعبدوا عدو السنوات بعد بعد تفرهيط يكياً نحن نحضو نحل بيجيه نحطو ميزانية العاولة التونسيه في أقلة في أدناها えばين مي English مع الط of us موشش بش يمشي توسي عائلتو توقل من زوز 3 منيز ماكفرش هذا كان يعمل 4 و 5 تتكلف اكثر زوز من الناس يستمو يتفرهدو في بلاسات في عادية وعادية جدا موشش مدخم وإلا ميزان دوت مدخمة وإلا بادقع بمن يوم يوم 50 دينار يومي معانتها كان يشيخد عشر ايام عنده مليون ونص معانتها يده يزنوا يصرف مليون ونص زوز من الناس فقط بش يتفرهدو ماناش نحكيو على نوزل معناه مدت عشر ايام نحن نحكيو على حاجة بسيطة بكل من بشي 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 نجم يحاول وفيه شي تفرح نحن لهنا نحكيو زوز من الناس خلينا الناس اللي تسمع فين عائلة معانتها الأب والأم ولا وزوز الصغيرات اليوم قديش تقريبا تنجم تكون كلفة جمعة خلينا نقوله تفرهد تحط لهم دودل يوميا في يوميا في الوئتين وخمسين تجع وعندما في سبعيان قدني تلقى في المليون ونص مليون وستمية وانتي خاطره وهذه المتالج تتحدث خاطر كان الفرق خاطره بش يتعشيو بيتس وبرخ بش يتعشيو كسكروتات اي هنا هو الفرق معانتها نحطو لهم اللي اقل الحاجة بش تعشيو كسكروتات ولا بيتها زبيرة بيش غالية اي ولا يزن تتخط انتي تحط في ميتين وخمسين يوميا بدي اقل حاجة ميتين وخمسين دينار يوميا معانتها ينجموا يوصلوا يصرفوهم مدة اسبوع والعائلة هذي المتكونة من اربعة افراد راهيم مناش نحكيوه على معانتها لنزل نحكيوه على عائلة توجد الكلفة متاع الترفيه كما قلتنا مكلفة ومكلفة جدا معانتش معانيا سيلوت في اليوم نحكيوه على ميزانية مخصة من قبل معاناها العائلة تخلي الميزانية ديك للصيف معانتش التونسي اليوم يحكي على ميزانية للصيف ما نجميوش نحكيوه على ميزانية للصيفة خاطر تونسي راه حتى نمت اللي عيشة متاعه نتبدأ معانتها نحن حتى في صحابنا وحبابنا معانتش قداش عندك ممشيتش المترح قداش عندك ممشيتش الحفلة قداش تلقى واحد يقولك عندي عامين عام كده ثمين ما عادش نخصه بذنية والفقافة ولا الوعيب كل ما عاد على خاطر كل فولت غاليا برسا توفي المعيشت وبرشا ما يلقاش الجانب يحاول كداش يأمن الضروريات الضروريات بشي نجمي جابة المطاريف الكبيرة وعننا نعرّج بسلوب اليوم اي ممتها اقل حاجة عبطنا بالسوق وشوفنا عملنا تجربة ثمينين وثالث ممتها جميعا ايه 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 ممتها الكل فغاليا وغاليا برسا الكل فغاليا الحاجة ممكن لتخلي برشا توينسا يدينوا او يقترضوا للصيف معانت من بين المواسم اللي التونسي حضر لها عن طريق الاقتراض اليوم معناه اللي هو مش حاجة معانت منصوح بها حاجة تخلي مخلفتها ربما وانعكستها المادية معانت صعيبة وصعيبة برشا لكن ليه فما برشا متوينسا اليوم اه وقت اللي نقوله معاني اقتراب العيد مع مع الصيف اه التوجه نحو القروضات اليوم فيه وانا القرض مكلف للقرض استعلاق بجندي تاخد قرض مكلف مكلف الجزء نعرف هو مزام بستاخد عشر ميال ترجع 14 ميال القرض مكلف نقول صنعوا بغاية التونسي يشوفه وهمون دجار بربية قوس صغير نحبه منه الوخيانة في الجامعة في نزل ولوت الأطفال حاولوا كيفاش نعم منصوهم معقول لسوينسا ما مش معقول لا فعار يشوفه فادي التونسي ماقدرش عليها ما مش معقول اهه يحسبها التونسي بيشمش انوكالك أصفال وياخدوا فيه وكل شيء يلقى روحو كي يعمل وياج لبلاد محبوش يتمون بلد لبلاد اخرى يلقى ارخص لتقرها في بلاد وهذا ما نشي معقد هذية لحيك الاسعار بتلاقي مترونسية خطر مش معقول تكثرها في بلادك اغلى واضح اليوم الترفيه قلت انها مكلف ومكلف جدا عائلة متكونة من اربع اشخاص باش تترفه او تتجول الكلفة ميتين وخمسين دينار يوميا ماش نحكيوه على نوزل ميتين وخمسين دينار لعائلة كي ما قلنا متكونة من اربع افراد باش تتفرهد في الصيف اللي هو رقم مكلف جدا وفق تصريح سيلوت في راحي رئيس منظمة ارشيد المستهلك هكا نكونو وصلنا ان هاي برنامجكم الشارع التونسي بصيفة استثنائية من تسعة ونص حتى للحداش نخلي المساحة الزميلي اوسي مسويعي مباشرة من بعد شوية من قصر المعارض بالكرم والموضوع باش يكون البلاستيك قطع البلاستيك الواقع والافاق انا مبقى لي كمشو نقولكم لبنى بدا في لامان وبي باي